مش الشاشة لما يبقى عليها احمر من من الحواف كده تبقى دي معناه انه بيسجل كده بيسجل الشاشة المفروض ماشي ركزوا معايا بقى دي كل الكيسز اللي عليكم ولا ابسط من كده عندك الدودة عاملة زي سلك غير مقسمة ده نهايتها مدببة زي ما انت شايف الصورة صغيرة كده ايه مقصة طويلة انها طلعة من عند طفل عنده ست سنين كان عنده اسهال وحركات المهم انت اول ما تشوف تقول له دي نيماتود هيقول لك عرفت من اين هتقول له انسيجمنتد تابرينج انس نهايتها مدببة يوني سيكشول فيها ميل وفي ميل رغم ان انت مش شايف يعني الموضوع ده فاقول اللي انت شايف قول اللي هي انسيجمنتد وف تابرينج انس دي من مميزات النيماتود ودي نفس الدودة وهي جوه البايل داكت وقطعين سيكشن منها برضو اتسا نيماتود وث تابرينج انس انسيجمنتد نفس الموضوع ده سيكشن فيها اهو عند حد كان عنده التهفز زايدة الدودية وقطعها ولو الدودة هي السبب تقول نفس الكلام ان هي انسيجمنتد 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 زي ما انت شايف كده دي كانت النيماتود عيلة السيستود من البلاتي هيلمنت في المفلطحات قصة طويلة الست بتاكل سمك وعندها اسهال ومش عارف اين مهم انت عارفت منين اندي سيستود سيستود سيجمنتد عاملة زي الورقة ومتقسمة زي السبحة وهرمافروديت يعني مخنثة كل سيجمنت من السيجمنت دي في ميل وفي ميل وكل الورجنز ودي برضو سيستود ده سيجمنت من السيجمنت بقى اللي قلتلك عليهم واليوترس دي البرانش بتاعته برضو سيستود سيجمنتد وفيه التريماتود فلات انسيجمنتد اهو السيستود والتريماتود دول الاتنين فلات من عيلة اسمها بلاتي هيلمنت بس واحدة سيجمنتد زي السبحة والتانية ليف لايك على بعضها هيرمافروديت برضو زيها زي اختها بس استود اكسبت شوستسومة بقى لما تيجي تذكر نظر المهم ان المنظر ده بتاع دودة طالع من البايلدوكس بتاعت الانسان او الحيوان وكده خلصت الديدان تيجي بقى البروتوزول اللي هي كائنات وحيدة الخلية على رأسها الاميبة وكيف تتحرك تتحرك بالحركة الاميبية يعني ليس لها اقدام واضحة تدعى اقدام كاذبة سودوبوديا وهي يوني سيليلور زي ما انت شايف خلية واحدة قدامك ويقول لك عنده اسهال وبياكل من عربيات الفول وحكايات واسطة تكسونومي جروب بنت مين في البلد دي يعني بتقول له دي اميبة ارفت منين بتقول له لان هي يوني سيليلور وليها سودوبوديا اقدام كاذبة لي من الكاركترز المشهورة يعني بتاعت الاميبة اختها التانية اسمها سيلياتس فاذا ستتحرك بالسيليا الاهداب انت ممكن مش هتشوف اهداب هنا حاجة رفياعة خفيفة انما ممكن تشوف وبعدين عندك الفلاجلياتس الفلاجلياتس تتحرك بالفلاجلي على خيرة الله ما فيش مانا ويوني سيليلور برضو وفهاش كلام كتير كده خلصت الاميبة خلصت البروتوزوة وخلصت الهلمنث وتيجي الحشرات عندك اول واحدة في النموس اللي هي بتعمل مرض اسمه نوعين لانواع كتير بتعمله او اشهرهم اسمها ليشمانيا الدونوفاني يبقى ده اسم ليشمانيا الدونوفاني بيعمل ايه بيعمل مين اللي بينقلو فيميل ساندفراي طريقة النقلب الفيميل ساندفلاي وانتو مفروض بقى فاهمين ايه دي التعريفات بتاعة لازم تبقى عارفينها وعارفين معناها وعارفين كل حاجة انتم درسينها بتتنقل بقى انهي طريقه الانفكتيف ستيج برو ماستيجوت وحتى الدياغنوستيك ستيجو مش مكتوبة هنا اسمها آماستيجوت برضو كلام ده نظري المهم ان انت تشوف الراجل ابو كيرش ده تبقى عارف ان ده فيسر الليشمانايسيز واللي عنده ألثر ده ده كيوتينيوس لشمانايسيز اشهر نوع اسمها مين البراسايد بقى بتاع الورينتال صور اسمه لشمانيا تروبيكا اكتوبة تحت هي مين اللي بين قيله برضو الفيميل ساند فلاي و سايكلو برو ماستيجوت ده الانفكتيف ستيج والدياغنوستيك ستيج آماستيجوت طب الساند فلاي بتنقل حاجة تاني ثري داي فبتتساي فيفر فيروس ده فيروس وقصة طويلة قعد راه انت هنا براحتك انه عنده راش وعنده وعنده وبيقولك فالآخر انه هو عملناه ليلة انتي باديس هو حتى هناك اكتبها ببتتساي فايروس ان ما يمكن في الامتحام ما يكتبهاش يعني عشان يقولك ده ايه فانت تقوله ده ثري داي ساند فلاي ببتتساي فيفر باي فيميل ساند فلاي واي فيروس اي فايروس ولا لاشتعل تسميش ما فيهاش كلام تاني يعني يتقل وبعدين آخر حاجة بقى في اللي هو البكتيريا يبقى بتين البكتيريا البكتيريا اسمها يبقى المرض اسمه ولو قريت هنا هيقولك حاجات عصوية شكل العسيان الصغيرة وعنده دمام المائية المهم اللي بيناقلها الفيميل ساندفلاي البتاعة العالم الجديد اسمها فيميل اللي تزمع حلو يعني دي ساندفلاي برضا والطايف والانفكتف والدياغنوستيك ستيج هي البكتيريا المهمة انترا ايريثروسيتك بس اللاي ليه بقى تاخد بالك من بس اللاي عشان فيه انترا ايريثروسيتك رينجز ده بقى خاص بالمالاريا يبقى انت تبقى عارف ان هي مش مكتوب الكلام هنا مفروض انتو سمعيني والكلام ده بيتسجل وانتو بتذكروا يبقى الفيميل النوفلس هي اللي بتنقل الانفكتف ستيج بيسمها سبوروزويت والدياغنوستيك ستيج اللي هي الانترا ايريثروسيتك رينجز يبقى عندك انترا ايريثروسيتك رينجز وبكتيريا رينجز والباريزايتز يبقى دي مالاريا على طول اللي اتنين فيهم هيموليتك انيميا واللي اتنين ممكن يكتب لك انه راجل جي من ساوث افريكا وقصة طويلة يعني المهمة تبقى عارف انه ولا بكتيريا وبعدين عندك اللي هو مرض الفيل ممكن يجيب لك الراجل برجليه كده او يجيب لك شكل الدياغنوستيك ستيج اللي هي دي ويقول لك عملنا ولقينا للراجل في الشرقية ولقينا عنده الموضوع ده او يجيب لك الراجل بتاع الشرقية ذات نفسه او اعد قدامك وعنده ابستركشن اوه ده يعمل بانكروفتيان في الارايسز او الامتايسز ده شكل الساين اللي انتو شايفها باي في ميل كيوليكس the type of transmission is سايكلو ديبلوب مينتل والانفكتف ستيج اسمها فلاري فورم لارفا والدايجنوستيك ستيج اهي مايكرو فلاري اوليها خصائص معينة تبقى عارف ان هي عندها لابسة قلبية واسعة يعني والنكتورنال بتظهر في الدم بالليل حتى هنا بيقولك نايد لاد فيلم بانتا كده قفلت المسألة بتاعت الوشررية بانكروفتي وتبقى عارف ان الكيوليكس هي اللي بتعمل كده عندك بعد كده الاييدس نموسة تانية من العيلة دي العيلة دي كلها اسمها كيوليساينز كيوليكس واي وانوفلس واييدس طيب الاييدس بتنقل فيرال هيموراجيك فيفرس كلهم اتلاقي فيهم نزيف اذا كان بينزف من مناخيره او او بينزف من عينه او عنده راشة على جسمه او حتى تعمل تشوهات جنينية اللي هو اسمه زيكا فيروس كلهم هتلاقي نفس الكلام من اللي بيعملوا الفيميل اييدس ده طايبوف ترانسميشن اس بروباجات ده الانفكتف ستيج والدايجنوستيك ستيج فيروس الراجل ده عنده سابكنجنكتايفال هيمورج ده عنده بستاكسز مناخيره بتنزل دم وده عنده راسه صغيرة مايكروكيفلي وطبعا اي فيروس زي ما اتفقنا بيبقى بروباجاتف ترانس اوفيرين يعني ده يصح انت وانت بتذاكر تزود عليه ان هو بروباجاتف بروباجاتف ترانس اوفيرين يعني هو نموسة تنقل المرض وكمان يتنقل لعيالها هم كمان ينقلوا المرض واخر حاجة تبع الايديس اللي هي ال ييلو فيفر عظني يعني واحد اصفر وقرباء القصة بيقول لك جاي من السودان وما خدش الفاكسينايشن الفاكسينايشن بتاعها اسمه سيفنتين دي وهو هي الوحيد اللي لي هو ييلو فيفر منما البقيين ملهمش بيقول لك جاتلو سيمتومز وبعدين جوندس ودارك يورين واتس تاب فيكتور يبقى الفيميل عيديس والفاكسينايشن والفايروس هو الانفكتف بس كده ايها دي الحاجات اللي عليكم في الكيس كلها الحد دلوقتي وان شاء الله الدنيا تبقى سهلة وبسيطة عليكم وكل سنة وانتم طيبين دلوقتي بس ايها حد منكم اللي بيفهم في التكنولوجيا دي احنا دلوقتي مفروض ان ده كده تسجل يا محمد اه يا دكتور بس حالك مش سامعك اقول تاني اعمل يعني يعني انا انا امكان عشان ما عملتش كده مرة اللي فاتت ما سجلش ممكن بس اوه يعني كده بمفروض هيتفقها تمنى شوية موسيقى